وبعدها وقع على الارض بس كان لسه فيه الروح وقدر يزقوا ايده وكان بيحاول يقول الحقوني يا سواد الحلل يا سواد الحلل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منك الواحد جسمه تنفض إنا لله وإنا إله رجعون ولا حور القوات إلا بالله السلام عليكم تحياتي لحضراتكم اعتراف محمد عبد البديع مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب أهاب أشرف عبد العزيز شهيد العلم بالدأهلية الاسم محمد عبد البديع عبد الواحد طحاوي السن 25 سنة العمل طالب جامعي بكلية تربية قسم فيزياء بجامعة المنصورة الإقامة قرية 22 الأمل حفير شهاب الدين مركز السيتاموني ما هو تفصيل إقرارك؟ أنا طالب في آخر سنة في كلية التربية قسم الفيزياء جامعة المنصورة وبشتغل مدرس خصوصي يبد دروس فيزياء وكيميا لطلاب سنوي وعايز أعلي من دخلي وبشتغل في كام سنتر للدروسة الخصوصية في قرية المركزية وقرية النقعة وقرية 37 البنزينة وكلهم تبع منطقة الحفير مركز السيتاموني ومتوسط الدخل بتاعي كان في بداية الترم الأول 8000 جنيه وبعد كده زاد المبلغ بعد تزايد عدد الطلاب والعدد كان بيزيد لأن الطلبة كانوا بيجيبوا درجات كويسة ووصل دخلي في بداية الترم التاني حوالي 20 ألف جنيه وفي بداية عام 2023 السنة اللي فاتت عرفت من ناس أن في لعبة اسمها One Exhibit بتاعة مراهنات نزلتها من جوجل كوروم واللعبة دي عبارة عن مراهنات على ماتشات كورا أو أي لعبة رياضية اللي بتتزاع أو عدد الأهداف اللي بتتسدد وفيها ألعاب تانية كتير زي الكوتشينة والضمنة على نفس التطبيق وربطت حسابي على التطبيق وبدأت أراهن بجزء من المبلغ اللي على حسابي ولما بكسب بينزل المكسب على حسابي على ودفون كاش وفي البداية كنت بكسب وبعد كده بدأ المكسب يتحول لخسارة وبدأت أخسر أصل الفلوس اللي كنت براهن بيها فبدأت أراهن بمبالغ أكبر عشان أعوض الخسارة اللي كنت بخسرها فبدأت أجيب من المبالغ اللي كنت بحوشها في البيت وأتحجج لمراتي أني رايح أشغلهم مع واحد صاحبي في الموبايلات ومبلغ تاني في واحد صاحبي هيستلفوا مني وفضلت برضو أخسر في اللعبة لحد ما خسرت فلوس كتير وما كانش معايا بعدها فلوس أراهن بيها لحد ما عرفت أن عم رايق عبد الواحد الطحاوي كان بايع أرض فرحت له البيت عشان أعرض عليه أني أشغله فلوسه في تجارة الموبايلات مع واحد صاحبي وأقنعه أنها بتحقق أرباح أعلى من النسبة اللي البنك ممكن يوفرها وكنت بقول لهم أن النسبة بتوصل 55% في بعض الأوقات وبدأت أسحب منهم مبالغ على فترات متقطعة وأخدت من عمي 140 ألف جنيه تقريبا على فترات ومن ابن خالي حسان عبد الحميد حسان مبلغ حوالي 15 ألف جنيه وأخدت من مرات عمي رايق اسمها فاطمة مبلغ 36 ألف جنيه وأخدت من ابنها باسم مبلغ 22 ألف جنيه وأخدت من مرات عمي اسمها نادية مبلغ 64 ألف جنيه وكان الاتفاق أن بداية تسليمهم الأرباح حيكون على شهر 8 سنة 2024 وكنت مفكر أني لما أراهن هقدر أجيب نسبة الأرباح دي لأن كنت في بداية اللعبة بحقق نسبة أرباح كبيرة بس تاني يوم كنت بخسرهم يا فرحة أمك بيك وبعدين لما حسبت مع نفسي دخلي من شغلي في الدروس الخصوصية لحد ما ييجي شهر 8 لقيت نفسي مش هقدر أوفي بكل الأرباح بتاعة الفلوس اللي أخدتها من قريبي بالإضافة أن ابن خالي كان معاد الاستلام للفلوس كان في شهر يناير 2024 وكان المفروض المبلغ اللي هيستلمه 27 ألف جنيه تقريبا فأعدت فكرت مع نفسي ما لقيتش حد يقدر يسلفني فلوس تاني لإني أصلا كنت قابل كده بطالب بورسي من أبويا عشان أبيع الأرض بس أمي وإخواتي كانوا بيرفضوا عشان عارفين أني أنا ممكن أخد الفلوس وأضيعها بس أنا ما كنتش أضيعها أنا كنت عايزها عشان أسد ديوني مش عشان أراهن بيها فأعدت فكرت ما لقيتش حل غير أن أخطف حد وقتله وأطلب فدية وأطلب فدية فلوس كتير تغطي ديوني والفكرة دي ركزت في دماغي من حوالي أسبوعين فاته ولما فكرت إن أخطف حد واطلب فدية من غير ما قتله بس هيحتاج حد تاني يكون غريب عن المنطقة عشان يساعدني وأنا ما كنتش أقتمن حد في حاجة زي كده وفي نفس الوقت ما كانش حد قدام بعينه عشان أسرقه ففكرت إن أخطف حد من اللي بياخده عندي درس وقتله عشان أخفيه وأطلب من أهله فدية فجيه في دماغي واحد من اللي بياخده درسه عندي اسمه أهاب أشرف وده كان بياخد عندي درس فيزياء في النقعة السبت والسلساء الساعة خمسة مساء ويوم الأحد والأربعاء بياخد عندي درس كيميا في المركزية الساعة اثنين مساء ويوم الاثنين والخميس وأنا رجع من المركزية بيركب معايا على الموتوسيكل علشان هو بيته قبلي في الطريق يعني كده كده يا جماعة هو بيعد هو مروح المدرس ده من المركزية بيعد على البيت اللي هو بتاع إهاب أشرف فبياخده معا على الموتوسيكل ويوصله ويعتبر بشوفه طول الإسبوع وأنا عارف إن أهله معاهم فلوس لأن والده عنده محل أدوات منزلية وعنده مصنع في ضمياط وهو ولد وحيد على بنات فلما أطلب فدية هيدفعه فكررت في الأول إن أنا أنفذ وأقتله يوم السبت الموافق عشر اثنين الفين اربعة وعشرين وفعلا اشتريت السكينة يوم الثلاث من معرض أدوات منزلية من قرية النقعة في بدايتها ناحية البنزينة بس لما هاب جالي يوم السبت وخلصنا الحصة وبنقعد نلعب شوية بعد الحصة بنلعب بالستيشن على اللاب بتاعي وبعدين طلعت السكينة وأعدت أهزر معاه لإني بينه وبينه هزار بس خفت ورجعت وهو ميشي وقبل يوم الثلاث اللي أنا نفذتي فيه لقيت ابن خالي بيطلبني بالمبلغ اللي أنا واخده منه فقلت بيني وبين نفسي إن ملهاش حل غير إني أنا أقتل أهاب وبعدها يوم الثلاث أهاب كان عنده درس عندي الساعة خمسة مساء وكان في مجموعة معا بنتين واحدة اسمها ندا والتانية اسمها نوها والمجموعة دي مجموعة خاصة لمدة الفيزياء وبعد ما خلصوا البنتين ميشوا الساعة ستة وتلت وأهفض المعايا علشان أشرح له درس كيميا أخذ مننا حوالي عشرين دقيقة وأعدنا نلعب بلاستيشن في الوقت ده أم مكلمته مرة واحدة بين الدرسين والمرة التانية بعد ما خلصنا درس الكيميا وهو قال لها أنا خلصت الدرس وجاي بس إحنا كنا لسه بنلعب بلاستيشن وأنا كنت بطول في اللعب علشان أفكر إزاي أخلص منه وبعدين لما قام يمشي أنا قلت له استنى أنا عرفت خدعة منتاج قال لي يعني إيه قلت له زي اللي بيحصل في السينما إن حد ممكن يدبح حد وينزل دم وهو ما تدبحش ولا حاجة وأنا كنت عارف دماغه وعارف إن هو هيوفقني في ده فقال لي هتعملها إزاي قلت له أنا همشي السكينة بظهرها على رقابتك قدام الفيديو اللي أنا فتحته من موبايلي وبعدها أنا أحط الفيديو ده على الكمبيوتر وهعمل له منتاج وفعلا هو وافق وأنا أمت ماسك بقه وقمت ضربه ببوز السكينة في جانب رقابته من الناحية الشمال أمت قايم ماسكه وكاتم بقه وجايب السكينة وبسنها وضربه في جانب رقابته من الجانب الشمال يعني لما الولد وافق أمقايم ماسك بقه بإيد والإيد التانية بالسكينة وبسن السكينة في رقابته من الجانب الشمال وهو جسمه اهتز وارتعش وبعد كده جز إيده أمت سايبة وأنا ماسكه وبعدها لقيته بدأ يثبت ويقاوم أكتر فضربته ببوز السكينة في بطنه من الناحية الشمال جانب السرة فهو إيده اليمين اتعورت وانا بغبطه بالسكينة وبعدها وقع على الأرض بس كان لسه فيه الروح وقدر يزق إيده وكان بيحاول يقول الحقوني يا سواد الحلل يا سواد الحلل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم منك الواحد جسمه تنفض إن لله وإن إله رجعون ولا حول القوات إلا بالله بس صوته ما كانش عالي أوي فأنا خفت لحد يسمعه فأنا خفت إن حد يسمعه فحد يكشفني فأمت خابت ركبتي في دماغه لا إله إلا الله وهو واقع على الأرض فبعد الخبطة دي هو ساب خالص وما تحركش تاني بعدها فبدأت أجيب شكاير قطن خيش لونها بني كانت موجودة في قوضة الدرس وبصيت لقيت فيه شكرتين من بتوع الرز واحدة لونها أبيض وواحدة لونها لبني وما كانش في دماغي الأول إن أنا أطعه بس لقيت نفسي مش هعرف أحطه في الشكاير وكان فيه كارتونة بتاعة مروحة عندي في الأوضة بتاعة الدرس غير لما أسمه وأفصل جسمه نصفين وساعتها جبت السكينة اللي أنا اشترتها واللي أنا موتت بها وهي سكينة محملة شوية وبدأت أفصل جسمه من نصف من عند منطقة الكلا بالعرض لحد ما وصلت عندي العمود الفقري وبدأت عد السكينة بين الفقراتين لحد ما فصلت جسمه نصين النص اللي فوق عن النص اللي تحت وربطت رجليه في الحزام اللي كان لابسه جوه الشكارة الزرقة علشان رجليه كان لازم تتربط علشان جسمه ييجي في الشكارة ولفيته لقيت الرأس هتبقى زهرة من الكارتونة فكررت ساعتها أفصل الرأس وفعلا فصلتها بنفس السكينة اللي أنا قتلت بها وحطيت الجزء العلوي في الكارتونة وساعتها أفلت وما كانتش زهرة وحطيت الرأس في كيس أسود جوه الكارتونة اللي فيها الجزء الفقاني وبعدها بعشر دقايق وخلال الفترة دي كان أهله بيرنه على تليفونه وأنا كنت بكنسل عليهم وبعدها والدته اتصلت بي على تليفوني وأنا رضيت عليها وقلت لها إن أهاب خلص الدرس ومشي ساعة ما كنت أنت بتكلمين وقلت لها هتلاقي راحل اسكت وردت علي قالت لي إن هو هيروح الأول وبعد كده هيروح الإسكت وأفلنا المكالمة وبعدها بدأت أمسح أصار الدماء اللي على الأرض مطرح ما أتلته ناحية أسفل السبورة يمين الداخل باستخدام مناديل ورق ولما المناديل خلصت بدأت أستخدم شكاير الخيش وقطعة أماش كانت معمولة تنجيد لتخته وبصيت على هدومي لقيت على بنتلوني بقع الدم والكتش من تحت عليه دم ونقط خفيفة على كم التشيرت وبدأت أمسحها باستخدام مياه وبعدها على طول حوالي الساعة تمانية وعشرة مساء طلعت من الدرس طلعت من قوضة الدرس بصيت في حد واقف برا ولا لأ ولما ملقيتش حد أخدت الكارتونة اللي أنا حاطت فيها الراس والجزء العلوي من الجسم وحطتها قدامي على الموتوسيكل بتاعي وقفلت قوضة الدرس ورايا وخرجت ورحت عشان أرميها في أرض غاب على منصل تحت كبري ما بين قرية النقعة وقرية بصار وأنا لما لقيت الأرض الغاب تم تطهيرها لقيت مصورة مية جنب مصرف اللي أنا معدي من فوقه وقمت شايل الجزء العلوي من جسة أهاب من جوه الكيس والكارتونة وحدفته وبعدين نزلت سبتته جنب المصورة عشان ما يتحركش مع المية ويظهر وفي نفس الوقت يبقى متداري عن أي حد معدي وحطيت فوقه شوية فروع شجر علشان تبان إنها زبالة والرأس قمت حدفها في نفس المكان بس في وسط المياه وساعتها التليفون بتاعه كان معايا وكل محد من أهله يرن أكنسل عليه وأخته ندا اتصلت علي وقتها على تليفوني وأنا ردت عليها وقلت لها هو خرج من ساعة ممتك كلمته مع حد من أصحابه أو راحل اسكيت وبعدها رجعت تاني قوضة الدرس علشان أجيب الشكارة اللي فيها النصف التحتاني وكانت وقتها تقريبا الساعة تمانية ونص مساء جبت الشكارة اللي فيها نصف الجسة اللي تحت وجيت أخرج بها لقيت اتنين من أهل البلد قبلوني عند القوضة وأنا بأفل الباب ووقتها كنت حطت الشكارة جنب الباب ولقيتهم سألوني عن أهاب فقلت لهم معرفش ده هو خلص ومشي وراه عند الإسكيت فقالوا لي لأ احنا بتوعي الإسكيت وهو مجاش وساعتها مشي وما أخدوش بالهم من الشكارة اللي كنت حطتها جنب الباب وأنا أخدت الشكارة وحطتها على الموتوسيكل ورحت بها ناحية كبر النقعة ولفيت من وراء البلد علشان محدش يشوفني وبعدين وأنا ماشي لقيت أراضي زراعية عند كبري الخرص ما بين قرية النقعة وقرية سبعة سابت والدنيا كانت هادية هناك فرميت الشكارة على جسر أرض زراعية فوق تبه ورجعت تاني على قوضة الدرس علشان ألم الحاجات التانية اللي هي السكينة والساعة والشنطة والتليفون وخلال طول الفترة دي أهل أهاب كانوا بيرنوا على تليفونه وأنا كنت بكنسل وبعدها حطيت الساعة بتاعته في كيس مناديل والسكينة حطتها في كيس أسود وشنطته حطتها في كيس أسود كبير وتليفونه كان في جيبي ورحت عنده كبري بحر النقعة عند كارية 22 الأمل ورميت الحاجات الشنطة والساعة والسكينة في المية كل حاجة لوحدها وخليت التليفون معايا بتاعه فساعتها فيه رقم رن على تليفون أهاب وكان متسجل بس مش فاكر كان متسجل بإسم مين وساعتها أنا فتحت المكلمة بس ما كنت السامع صوت اللي بيكلمني بسبب إن أنا كنت بعمل التليفون صامت مع شريط الإشعارات وده اتكرر مرتين أو ثلاثة تقريبا لحد ما فتحت مرة المكلمة وما كنتش سامع الطرف التاني بس أنا كررت أتكلم وأقول بس غيرت نبرد صوتي إن ابنكم اتخطف وأنا ما كنتش راضي أرد غير لما نخرج بره حدود المحافظة ومطلوب فدية 500 ألف جنيه يتحطوا على 17 ركم فودافون كاش وانتظروا مني مكلمة أقول لكم الأرقام دي إيه وهتحولوها إزاي وما تبلغوش الشرطة لو عايزينه لسه حي وبعدها قفلت المكلمة ورميت التليفون في نفس المكان اللي رميت فيه الحاجات بتاعة أهاب في المية وأنا أصلا قبل ما أقتله كنت محدد 27 مكانة ATM للبنك الأهلي من على جوجل من المنصورة وبالقاس وشربين وطلخة وأجا علشان أسحب الفلوس دي منها وساعتها كنت ناوي ألبس ماسك ونضارة وكاب وأظن واضح لحضراتكم لها يلبس ماسك ونضارة وكاب علشان طبعا مكينات الـ ATM بيكون فيها كاميرات وأكيد هتكشف أو هترصد اللي هيسحب منها ما شاء الله ما خلاش أي حاجة غير ما خطط لها كنت ناوي ألبس ماسك ونضارة وكاب وأنا بسحب الفلوس دي بعد ما يحولوها وبعدين رحت على البيت بتاعي في 22 الامل بجوار مدرسة الامل السنوية ولما رجعت البيت حطيت الموتوسيكل في البيت التاني وطلعت غسلت هدومي ووقتها مراتي شافت بقع دم على البنطلون وسألتني ايه الدم ده قلت لها ان كان فيه حدثة على الطريق وأنا كنت بساعد الناس في الحدثة وبعدها لقيت ولد كان بياخد عندي درس من سنتين اسمه عوض ياسر عوض بيكلمني وبيسألني ان فيه ناس بيدوروا على أهاب وأنا قلت له ان أنا هطلع وهجيلك وبعدها عملت ان أنا بيدور معاه على أهاب وفضلنا حوالي نصف ساعة وبعدها رجعت البيت تاني وكلمت والدته وقلت لها تبعتلي الجيميل بتاع أهاب عشان الموضوع يبان ان أنا بدور عليه معاهم وهي معرفتش تجيبه فكلمت ندى أخته وهي بعتت للجيميل بس من غير الباسورد وأنا وقتها جربت أتصل على التليفون بتاع أهاب اللي أنا رميته في المية بس كان بيد مغلق ورجعت البيت بعدها وكانت الساعة حوالي عشرة مساء وفضلت قاعد في البيت مش جاي لنوم لا المفروض كنت نمت لا بصراحة كنت نمت مش جاي لك نوم لا إله إلا الله ولا حرقات إلا بالله وحاولت أكلم أخته وابن عمته عشان أبان طبيعي وما يحسوش إن أنا اختفيت وتاني يوم عرفت إنهم لقوا النصف التحتاني وأنا وقتها رحت مع أهالي البلد عند المكان اللي أنا رمي فيه النصف التحتاني بتاع الجسة ولما وصلت هناك كانت الإسعاف أخدته وودته على المستشفى وبعدها رحت على البيت لحد ما جات الشرطة أخدتني يوم الأربعة أربعتاشر اتنين الساعة واحدة صباحا وكانوا بيدوروا على الأهاب وكانوا مفكرينه مخطوف وقالوا لي إن رئيس المباحث عاوزني يناقشني في كلمتين ورحت هناك لقيتهم في عربية على أول الشارع وفضلنا نلف عشان ندور على كاميرات نلاقي أهاب ظاهر فيها وبعدين كان فيه كاميرتين ظاهر فيهم واحد شبه أهاب جسمانيا بس الوقت اللي الكاميرا كانت مسجلاه كان هوى عندي في الدرس فلما رئيس المباحث سألني عن معاد الكاميرات قلت له لو الكاميرا معادها مش مظبوط يبقى هوى لو الكاميرا معادها مظبوط يبقى مش هوى وفضلنا نلف على كذا كاميرا لحد الساعة تمانية ونص صباحا وما فيش حاجة ظهرت في الكاميرات دي وبعدها لما خلصنا روحت البيت حوالي الساعة تمانية خمسة واربعين صباحا قابلني والدتي وأخوي وسألوني عن إيه اللي حصل وقلت لهم إن المباحث سألتني عن إهاب جه الدرس إمتى ومش إمتى ورئيس المباحث قل لي تعالى علشان نشوف الكاميرات وفي نفس اليوم بالليل لقيت النيابة طلبتني وجيت النيابة اتسألت وقلت إن أنا معرفش حاجة عن وقعة اختفاء أهاب ولا قتله وساعتها قلت لهم إن هو كان عندي في الدرس وكان تعبان شوية ورحت جبت له مجموعة برد ودتهاله بس هو ما خدهاش وشرحت له الدرس ومشى ومن ساعتها أنا معرفش حاجة عنه لحد يوم السبت اللي فات يوم سبعتاشر اتنين السيد مساعد وزير الداخلية كان موجود في البلد وكان عايز يسألني وطلبني في بيت في القرية عندنا فأنا رحت له البيت وقعد يناقشني وأنا كنت بنكر وهو ما كانش مصدقني وبعدين وداني على مركز الساتموني واحتجزت هناك لحد بارح وبعدين رجعوا تاني لقتهم ودوني عند قوضة الدرس وكانوا فرشين الشكاير الخيش اللي كنت لافف بيها الجزء السفلي من جزء اهاب قدام القوضة وطلعوا قطعة شكاير خيش وطلعوا قطعة شكاير خيش من قطي وقالوا لي ان دي تكملة للشكارة اللي لقوا فيها الجزء السفلي من الجسمان وأنا في البداية مش أنا الوحد اللي معايا مفتاح للمكان وساعتها ما صدقنيش وقالوا لي لو ما قلتش هنجيب مراتك وأهلك كلهم وأنا قلت لهم أنا هقول لكم على كل حاجة بس بلاش أهلي وحكت لهم على اللي حصل بالتفصيل زي ما قلت الوقتي وأرشدتهم على مكان تواجد الجزء العلوي والرأس والمكان اللي رميت فيه الحاجة بتاعة اهاب والسكينة وبس أنا ما عرفش ايه اللي حصل بعدها وأخدوني على المركز واحتجست هناك وعرضوني النهاردة على النيابة لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا حروقات إلا بالله ودي سادة كانت أقوال المتهم أو القاتل محمد المدرس الفيزياء اللي الناس بتآمن على أولادها معاه واللي خدع الجميع للأسف واللي بسبب لعبة أمار ضيع الدنيا ولا حروقات إلا بالله بجد الواحد مش عارف يقولي بعد ما قال التفاصيل دي بجد واتطلع على التفاصيل دي بجد حاجة تتعب الواحد جسم واجعه تحيات واحترام لحضراتكم جدا بشكركم يا محترمين حفظان الله وإياكم من فتن الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله